نتبه على حضراتكم مرة ثانية وليس مستمرين معاكم في فقراتنا النهاردة في نهارة بسعيد الحقيقة فقرتنا دلوقتي هتخص بالتحديد منظمات المجتمع المدني ويمكن اللي حصل معاهم في نهاية 2011 كان نوع من أنواع الاقتحام وما يتقلش عليه غير كده لأنه كان فعلا اقتحام وهنفهم يعني ايه اقتحام وهنفهم ليه منقول عليه اقتحام بعد شوية في فقرتنا حصل اقتحام ل17 مقر من مقرات منظمات المجتمع المدني تم التحفز على مجموعة كبيرة جدا من مستندات اجازات كومبيوتر اتشمعت جزء من المنظمات الحقيقة جي بعد كده على طول تصريح سيادة الوزيرة فايزة ابو الناجي وزيرة التخصيص والتعاون الدولي في المؤتمر الصحفي العقد اول امس وده اغضب كثير من القائمين او كثير من منظمات المجتمع المدني اللي اتهموا بالتمويل هل التمويل هو اتهم هل اه التمويل فيه مشكلة هل المنظمات دي تم انه اه الاسبات عليها في انه فيه اي غلطات او انه هم فعلا بيعملوا اي غلطات او فيه اي انتهاكات بتمسهم هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع ضفنا دكتر ايهاب القراط عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبعة الخير فندم اهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة فندم سبعة الخير فندم اهلا وسهلا دكتر هو المنظمات الاهلية او المدنية الهدف الرئيسي من تواجدها ايه في اي بلد؟ هو الهدف الرئيسي توعية الشعب نشر المفاهيم التنموية من ناحية لو انت بتتكلم على المجتمع المدني عموما او المنظمات الاهلية عموما انت عندك حاجات بتشتغل في حقوق الانسان حاجات بتشتغل في مجال الاطفال مجال الفئات المهمشة مجال مكافحة الفقر مجال مكافحة المرض وكل دول عندك كذا نقطة اساسية توعية تدريب حشد طاقات المجتمع تقديم دراسات لطرح افضل الحلول للمجتمع وتقديم دعم مباشر انت عندك ثلاث دوايا بدوايا الدعم المباشر بعمل مستوصف بعمل مدرسة بعمل كذا اتنين تغيير المفاهيم السلبية وثلاثة الاستمداد او نشر مفاهيم وقيم انسانية وقيم حقوقية عامة العلاقة ما بين التمويل والعملية المشبوهة باختصار ليه دايما لما بنقول انه الناس دي بتمول دايما بيرتبط بازهان الناس او دايما بيبقى الالسائد انه ده الناس دي ضد البلد او دي الناس دي يعني بيدفع لها فلوس علشان تبوز لنا البلد يعني ايه العلاقة ما بين التمويل وبين المشبوه ما فيش اي علاقة هو شوفي حضرتك ما فيش حد حيعمل نشاط غيره بيستخدم مال يعني ده طبيعي اما هيستخدم المال داي عن طريق تجاري اما عن طريق تبرعات اه ممكن انت تستخدم انشطة تجارية مشبوهة ممكن تستخدم انشطة تجارية سليمة او ممكن تستخدم جمع تبرعات عن طريق جمع تبرعات من المصريين يكون مشبوه او تجمع تبرعات عالمية ويكون مشبوه او يكون مش مشبوه المؤسسات المصرية العريقة والعتيدة كلها تتلقى تمويل وان شاء الله احنا نثق انه ليس مشبوها من اول المؤسسة العسكرية القوات المسالحة تتلقى تمويل الجامعات بتتلقى تمويل الحكومة المصرية بتتلقى تمويل فيه جوانب الاقتصاد وفيه جوانب منح اقتصادية وفيه جوانب منح بنية تحتية دار الأوبرا المصرية انشئت من تمويل ياباني الصرف الصحي اللي موجود في القاهرة انشئ من تمويل بريطاني فيعني هذه تمويلات مقبولة وليس عليها شبهة يعني بشكل ما هو هو مجبوط والمنظمات المجتمع المدني يعني ربما 50 إلى 60 أو 70% من تمويلها هو تمويل أهلي من المصريين وفي منح متيجي من الخارج وغالما متيجي على هيئة خبراء أو مدرسين أو مدربين بيجيبوا تكنولوجيا مش موجودة أو بيجيبوا فاهم مش موجود أو بيجيبوا نظريات مش موجودة وفي تمويل مباشرة تقديم الخدمات المباشرة طب وليه تم إسناد الشبهات للمنظمات المجتمع المدني داكتور يعني أنا أعتقد أنه منظمات المجتمع المدني يعني أثبت جدارة مصراحة وهذه الجدارة بتثبت بالاتهاض اللي بيقع عليها النهاردة بتاع البطاطا وبتاع الدرة بيقولك حقوق إنسان وحقي كإنسان والنور السلفي بيتكلم على حقوق الإنسان ومش عارف إزاي ففي مفهوم حقوق الإنسان وحقي وكرمتي وصوتي ومش عارف إيه ظهر والناس اللي مش عايزة كده والناس اللي عايزة فلسفة التعتيم ومنطلعش ملاوينة ومنفتحش عنين الشعب الناس اللي مش عايزة كده تنزعج وبعدين كانت فاكرة إن المنظمات دي مش هتعمل حاجة ودهو الناس قاعدين في مكاتب اتضح إنها بتعمل فأنا في رأيي إنه ده شكل من أشكال وضع القيود اللي سيفشل في سبيل نهضة وتقدم وحرية الإنسان المصري وحصوله على كامل حقوق دكتور حضرتك واضح من كلامك إنك إنت مع المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني واضح إنك إنت آآ يعني بتقول لنا وبتوضح لنا جميعا والمشاهد نهارك سعيد الإيجابيات اللي ممكن تعود من المنظمات المدنية واحنا معاك ولكن خلينا نقول إن المنظمات دي مش موجودة في مصر كويس؟ موجودة في أي بلد تانية أي أن كان البلد ولكن زي ما حضرتك أشرت في البداية إن فيه حاجات بتبقى إيجابية وفيه حاجات سلبية فيه حاجات إيجابية أو فيه حاجات بيبقى مشبوهة حضرتك وضحتنا الإيجابيات خليني أسأل في أي بلد في الدنيا لما يبقى عندهم منظمات مش ماشية صح أو بتهدف لمنطلق مش إيجابي في البلد دي بتبقى إيه؟ زي إيه؟ بص أنا هقول لك يعني لأن أنا يعني بصفتي خبير استدعيت في كذا بلد في العالم خارج مصر لتقييم أعمال مجتمع مدني كتير تمام واحدة أهم نقطة في رأيي ليست مثلا العمالة والكلام الفارغ أهم نقطة في رأيي عدم الفاعلية يعني فيه منظمات كتير بتاخد التمويل وتقدم الخطط بطريقة لا تؤدي إلى أفضل نتيجة ممكنة ودي مشكلة بسبب أن العمل الخيري عموما يعني العمل القطاع الخاص لو أنت مشتغلتش كويس هتفلس العمل الخيري لو مشتغلتش كويس وكتبت التقارير كويسة ممكن تكمل وتاخد تمويل تاني إليك دي القضية الأساسية في رأييي طبعا مش داره الخالص اللي بيطرح في المدهمة القائمة دي لأنه عدد من المنظمات القائمة فيها ضعف هيكالي وفيها ضعف في النتائج بتاعتها لكن أنا لا أعتقد ولا أشكف أن أي حد فيها يعني يفتقد إلى الوطنية أو يفتقر إلى الحس بالمسئولية الناس دي كلها بتحاول تخدم والناس دي محدش فيهم يعني بيتربح ولا بيأخد أكتر من حقه دول كل واحد بيأخد على قد مجول عظيم عظيم دكتور هرجع تاني بعد إذن سيادتك سامحني استحملني أنا عايز أفهم ومشاهدنا يفهموا أنا بقول إحنا مش في مصر إحنا بنقول إن إحنا في أي بلد أخرى بلد تانية إمتى أقول إن المنظمة دي مشبوهة يعني أحد يقولي أنا شخصيا مش عارف يعني الفكرة إنها تاخد إنها مشبوهة إنك إنت مثلا بتقول أنا هشتغل في إعاقات الأطفال على فكرة بعض الكلام اللي تم يتنطور في الوقت اللي فات في الجراديو بتاع بيقولك بعض الجامعات اللي عاملة في مجال إعاقة الأطفال تأخذ تمويلاً مشبوهة مش فاهم إزاي يعني إلا لو كان ده بيأخد سطار لكده عشان يتاجر في الأطفال أو عشان يتاجر في الضعارة أو عشان يعمل كده أو لو هو بيعمل جمعية وبيتاجر في المخدرات أو لو هو بيعمل جمعية لكن بعض الناس بتقولك إيه بقى بتقولك إنت لو كتبت تقارير عن مصر فيها سلبيات يبقى أنت يعني بتطلع شكلنا وحش ده كلام فارغ يعني ده كلام تم تجاوزه أنت ما تقول السلبيات حتى لو أنت غلطت في التشخيص ما أنت بتقول إيجابيات يعني فيه حاجات كتير ظهرت وفيه يعني مناظرات كبيرة عملتها الحكومة المصرية في النظام السابق خاصة بتقولك لا ما تقولوش كده وقولوا كده وإذا كله كلام فارغ يعني إحنا لا يمكن أن يضر إنسان بالوطن عن طريق كتاب التقرير حتى لو التقرير ده خطأ ترد عليه بتقرير آخر وأي حد بيقرأ بيقول منظمة دي ألف تقرير كذا ودي ألف تقرير كذا ومركز دراسات ده كذا ودراسة دي أسمات ده كذا فده بيوسع نطاق العلم نعم اتهام بقى ناس أنها بتحصل على معلومات لا طرام أنت مش بتتكلم على معلومات عسكرية أو معلومات أمن قومي وفيش مشكلة خالص إنا كنت تقول أنا عندي الفقر كذا أنا عندي قمع الحريات كذا أنا عندي ناس بضرب في السجون كذا آه جميل طيب نقف عند الجزئية دي ونيجي لتصريح سيادة الوزيرة فايزة أبو الناجا في المؤتمر الصحفي اللي عقد من يومين وقالت إنه ما فيش جولة في العالم تقبل بوجود أي منظمة على أرضها بتقوم بدور سياسي بمعنى إن إحنا لو هنعمل منظمة حقوق مدني لا يعني حاجات مجتمعية لإعاقة أطفال زي ما حرتك كنت بتقول لمدارس لمستشفيات ده مقبول طبعا مية في المية ولكن لأي أنشاطة سياسية فهذا غير مقبول بالمر المنظمات دي كلها لا تقوم بأي نشاط سياسي المشكلة اللي عندك دلوقتي في المجتمع المصري هي طيار الإسلام السياسي طيار الإسلام السياسي بيخلق ما بين السياسي والتنموي والدعوي إنما المنظمات دي بالذات لا يمكن أنها تقوم بأي دور سياسي لما أنا بأعمل تقرير عن حقوق الإنسان أو بعلم الناس حق الناخب أو بعلم الناس أنت مفروض تختار نشاطة السياسية ده ليس سياسيا ده تسقيف ده تنمية ده عمل تنموي إلى أخير لكن لما أنا أقول للناس روحوا تخبوا الحزب الفلاني أو الطريق الفلاني هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يبقى ده عمل سياسي لما أقول الطريق السياسي ده أو الطريق السياسي ده هو الطريق المظبوط يبقى ده عمل سياسي لكن لما يكون أنا ودي بقى كل منظمات المجتمع المدني في مصر فيما أعلم عندها قيم واضحة جدا في هذا الأمر يعني حتى لو هو وطبعا من الطبيع أنه هو يكون منتمل أحزاب سياسية سواء أين كان طيارتها لكن أول لما بيشتغل جوة المجتمع المدني بيدافع عن القيم بتاعة المجتمع المدني الأساسية اللي هي إحنا ما بندعوش الناس إلى طيار سياسي معين ولكن إحنا بنعلم الناس حقوقهم بشكل عام أو بنمكن الناس أن هم يختاروا بنفسهم يزدادوا وعياً يزدادوا ثقة في أنفسهم يزدادوا ثقة في قدرتهم على تجمية بعض ومعرفة بحقوقهم إلى آخر هل الحكومة المصرية بعد المؤتمر اللي حصل مع سيادة الوزيرة ابتدوا يقولوا مين الأسامي اللي هما يعني في عندهم حالة اشتباه فيهم أو جمعيات مسمى أساميهم يعني هما الجمعيات اللي تمت مدهمتها دي اتعرفت أساميها يعني مين هما؟ هل اتعلن؟ في جمعية مثلا صغيرة جدا من 3-4 أفراد بتعمل تقارير عن الموازنة العامة فبتقول ودي اللي عملت مشاكل كبيرة للحكومة لما أثبتت أنه موازنة التعليم تتناقص بشكل مستمر حتى بعد الثورة تنقصت يعني هي كان مفروض تصل إلى مثلا 8% كانت وصلت في أواخر عهد مبارك إلى 3-2 من 10% السنة دي الحكومة اللي جات بعد الثورة عملتها 2-8 من 10% بدل ما تزودها يعني دي منظمات بتقولك أنا بعمل دراسة عن تطور الموازنة وتوزيع الموازنة كيف تضر هذا بالأمن القومي؟ يعني أنت فهمني ودي مجموعة صغيرة جدا من الناس دي جامعية؟ اه جامعية فيه جامعية تانية ايه تانية؟ يعني الأسامي اللي قالوا أنه هما دول يعني غالبا ممكن يكونوا هما فعلا ومفروض أنهما فيه تحقيقات أنا هقولك دا فيه جامعية تانية المشهورة جدا واللي رئيسها عضو في المجلس القومي حول الإنسان أستاذ ناصر أمين اللي هي بتنادي باستقلال القضاء دا مش تجاه سياسي دا تجاه حقوقي عام إن احنا بننادي باستقلال القضاء ودي اللي عملت قلق كبير جدا لأنه القضاء نفسهم قالوا عدة مرات وقالوا في الإعلام نحن لا نتمتع باستقلال كامل ولا يتم تأمننا الداخلية ما بتأمناش من المتهمين احنا لا نشعر بالأمان على المنصات وطلع على تقارير متتالية في هذا الأمر فتمت مدهمتها أيضا الأستاذ حافزة بوساعدها الجمعية بتاعته تمت مدهمتها أيضا يعني فيه رموز يعني يبدو ليه أن هذا الأمر ليس إجرائيا وليس هم راحوا لكام جمعية لكن يبدو ليه أنه له أبعاد سياسي هم راحوا لكام جمعية اللي أنا عرفهم هم بيقولوا 17 هم دايما بيقولوا كحكومة يعني بيقولك لا احنا ملناش مدهمة احنا رحنا عشان نحقق لا شوف حضرتك تحقق بس لو حصل اقتحام انت بتروحش نتحقق ومعاك قوات صعقة ومعاك قوات شرطة وتخش على المكان تقول الناس جنب بقى وهات الورق اللي معاك وهات الفلوس اللي عندك في الخزنة وتاخدهم من غير محضر يعني انت لو عايز تحقق انت من حقق تاخد الورق كمان تجيب إذن نيابة وتجيب جرد للرجل اللي موجود وتقوله أنا هاخد الورق بتاعك وقادي الورق اللي أنا هاخده وتروح ممضيه على محضر أنا خدت كذا كل ما تمش تمام فهذا ليس تحقيقا هذه مدهمة واقتحام عظيم لكن انت تروح لواحد ما معاكش الازونات دي وبتمشي على الاجراءات دي يبا هذه مدهمة واقتحام وهذا ما قمنا نحن كهزب بتقديم بلاغ ضده للنائب العام ان ما تم هو اقتحام واختراق لحقوق المصري طب تفسير حضرتك للاقتحام ايه فعن يعني ليه ما حصلش اذن نيابة وليه ما حصلش يعني ليه الموضوع ما تمش بشكل غير ايه ان احنا نطلق عليه اقتحام يعني لا يوجد الا تفسيرين يا اما الناس دي ما بتعرفش في الاجراءات يا اما الناس دي تقصد انها توصل رسالة يعني احنا سنكشر عن انيابنا عظيم وسألت تهمكم وانتوا تتهمون انا وهكذا مكتوب في الجرائد وبعض الاراء والمفاكرين اللي موجودين على الساحة السياسية امريكا بتضغط على العرب واوروبا انها ما تديناش فلوس ودعم او قروض وبناء عليه ابتدوا كمصريين يعني ان هما يعملوا ضغط عن طريق ان احنا يعني المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية ان احنا نعمل معهم يعني رسالة رسالة مصغرة رأي حضرتك ايه اه دي بقى عضية تانية هو في في معهدين من اللي تم اقتحامهم هو معهد معهدين دراسات تابعين لاحزاب امريكية بالحيث المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري نعم والاثنين دول يعني هما قابلوا مثلا قابلوا سيادة المشير قابلوش اخصيا وقدهم اذن بمرائبة الانتخابات وشكرهم على مرائبة الانتخابات وبعدين اكتشفوا ان هما ماخدوش تصريح بالممارسة العامل هما مقدمين تصريح لمزارة الخارجية طربين تصريح من ست شهور فكان المعتاد بيقولهم لا اشتغلوا انتو على مر مر خلصتوك والتصريح والتعشفة وبعدين في الوقت المناسب يطلع ورقة الضغط فمسألة الضغوط ما بين الادارة المصرية والادارة الامريكية والضغوط المتبادلة دي دي وردة كتفسينات لكن انا بقولك الوقاع الوقاع ان الناس دول شغالين والوقاع ان الناس دول نشرة في الجرائد ان هما قابلوا المجلس الاعلى القوات المسلحة والمجلس الاعلى بارك عملهم ودهم وافتخر بتصارحهم اللي قالت ان الانتخابات يعني جيدة وبارك الدراسات بتاعتهم ودراسات بتاعتهم نشرت في كل حتة ثم فجأة اكتشف ان هما يعني بيقولك يا عملوا بطريقة غير قانونية عملوا بطريقة غير قانونية دي يعني فيه لسه مطمضاش عليها موجودة في الحكومة من ست شهور ليه دلوقتي؟ ليه الملف ده بيتفتح دلوقتي؟ ليه الملف ده ما تفتحش قبل كده رغم المنظمات دي موجودة بقالها فترة وتشتغل بقالها فترة وليه الملف ما تفتحش بعد الانتخابات دلوقتي؟ يعني شوفي حضرتك انا لما تم اقتحام قناة الجزيرة مباشر وتم اقتحام الان تي في وتم يعني عمل تهديدات لكذا محطات قولنا ان احنا نتوجس شرا وحتحصل مصايب مش عايزين حد يغطيها كفاية وتمت المصايب في مجلس الوزراء وفي محمد محمود وفي مسبير وبعدها مباشرة دلوقتي المنظمات دي بتطلع تقارير وتقارير منضبطة علميا وبتطلع تقارير عن انتهاك حقوق الانسان منضبطة علميا ورسالة دلوقتي ما تطلعوش الحاجات دي علشان نمشيكم يعني عشان نعديكم هذا التفسير انا لا اعرف ليه يعني السؤال ليه ده ما حدش يقدر يعرفه لكن هذا الوقائع انه اقتحمت قنوات اعلام ثم حدثت مصائب في الشارع والان تقتحم منظمات حقوق الانسان فماذا سيحدث ربنا اشترك نتمنى من المجلس العسكري ان هو اهتم بهذا الموضوع نتمنى من القضاء او النيابة ان هي تصرح لنا بشكل او باخر عن مين بالضبط اللي عمل تجاوزات مين يعني بما ان المنظمات دي موجودة في اي بلد في العالم والمفروض ان هي سمعتها المفروض كويسة بما ان انت عندكم معلومات يريد تصرعوا في انه كنتوا تقولها لنا كشعب او كمنظمات نفسها نعرف ونفهم اكتر عشان ما نفضلش في الجدل ده ما نفضلش في هذا الجدل لا هو هو شوف الواضح دلوقتي قضات التحقيق اللي بيحققوا اعلانوا التحقيق انا طبعا بعلن تحيزي مع المجتمعات دي لكن قضات التحقيق ما يصحش ان هم يعلموا تحيزهم ضدها هم اعلانوا تحيزهم ضدها فده يفسد العملية الاجرائية المدهمات تمت بشكل غير قانوني وده يفسد الاجراءات كلها فإحنا مش مسألة بقى يكشفوا معلومات لان هذه المنظمات تدعي وتعلم في كل حتة ان اوراقها مفتوحة ميزانياتها مفتوحة خاضعة للجهاز لو كانت قطعة خاصة خاضعة للضرائب الاخير لو كانت جمعات اهلية مخاضعة للشؤول الاجتماعية وهكذا فكل الميزانيات مفتوحة ومعروضة للناس كل الانشطة مفتوحة ومعروضة للناس من ضمن الحاجات انا فكرتها دلوقتي في المؤتمر الصحفي بيقولك انه دخل المنظمات دي موجودة تمام لكن في خلال مسلا العشر سنين اللي فاتوا كان بيدخل المنظمات دي مبلغ معين من اول بقى ثورة 25 يناير وبعد 25 يناير دخلها مبلغ مضروب بتاع عشر سنين دول في مبلغ كبير انا لا اظن انا لا اعرف لكن لا اظن انه دي الالية بتاعت ادارة المنظمات دي مهما كان ممكن يكون الفلوس زادت لكن انت يعني ساعتنا انا بقرأ تقارير في المنشبتات ولما تخش في الموضوع تكتشف المسألة مختلفة خلص عن كده يقولك دل دخل لهم ألف جنيه مثلا وهو بيتكلم على منظمتين وبعدين فجأة دخل لهم مليون وهو ساعتها بيتكلم على ألف منظمة يعني تفهم ازاي فلا يعني مش هي دي الالية بتاعت عمل الجمعيات الممولة الممولة بتقولك لو انت بتشتغل بعشرة قروش انا ممكن اديلك تمويل بعد كده باثناشر بخمستاشر لو في ظرف استثنائي بعشرين لو الجمعية دي تحولت لحزب لا مفيش حاجة اسمها جمعية لا 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 يعني احنا نتخيل مع بعض ان الجمعية تحولت والجمعية دي بتمول عشان حاجات ايجابية بتحصل في البلد وتحولت لحزب من الاحزاب والحزب ده دخل السياسة واكتسح وهو قيلة على احزاب كتيري اشرف انها بتتمول في الحالة دي بايه يعني انت دلوقت الحالة دي التمويل ده يسمى ايه اه دايب انت عندك مشكلة انت بتتكلم على مثلا بعض الجمعيات او ما قيلة على جمعيات المتصلة به النور والسلفيين والحرية والعدالة بيتقال انه قطر بتمول بتمول دايب غير قانوني دايب غير قانوني انك انت تقول انا هاخد العمل ده العمل خيري او عمل تنموي دايب غير قانوني وثقافة الشعب المصري وثقافة كثير من المتدينين يقولك ليه غير قانوني اللي او دول بيخدمونه وكله في سبيل ربنا والى اخير انا معايا في البتاع ومكتوب عليها حزب الحرية والعدالة والدورة للكفتة يقدم فراخ رخيصة مش عارف كذلك ده غير قانوني بس هو الشعب المصري يحس ده الناس بتدينا فراخ رخيصة وحاجات جميلة ده مخلافات موسق انه هذه مخالفة ما ينفعش نتعمل انك توزع لحمة عليها حزب معين انك توزع الناس يقولك يا خير الناس بتخدمنا وبعدين هم لما يدفع عن نفسهم يقولك ده احنا طول عمرنا بنعمل كده مش بس قبل الانتخابات ما هو ما ينفعش تعمله طول عمرك تعمله نص عمرك ما ينفعش فهو المفهوم ده قوي جدا عند الناس بتوع المجتمع المدني ومش قوي عند الناس اللي هم حاسين انه حيث ان الدين يشمل كل الحياة وحيث اننا نحن نسعى الى تقدم الدين فلا يعني لا نعبأ بهذه انا مبتكلمش في الدين انا بتكلم منظمة بتمول وفيها خير وبتعمل خير وشكل جميل في الاخر تحولت لحزب لا يا صح داخلت انتخابات وكسحت وساعتها الانتخابات دي مفروض تكون باطلة وده ضد العمليات الديمقراطية الى اكرا غير مسموح بيه خالف تمام وغير مسموح باي حاجة غير مسموح على طاقة الدكتور باي حاجة باطلة وغير مسموح باي حاجة غير قانونية لانه يعني كفاية بقى لا المسائل القانونية يعني يعني انا عايزة اقولك ان ما اعلموا عن منظمات المجتمع المدينة هو شدة الحرص على ان كل تعريفة تتكتب ولو حد اشترى شاي بيكتب اشتريت شاي علشان الظرف التملاني يعني وكل حاجة بتبقى قانونية الى اقصد انا جميل جدا دكتور ايهاي بالخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي بس تحذيك على وجودك معنا يا فندم نورتنا يا فندم شكرا جزيلا شكرا اه فاصل فاصل